لم يجد استفتاء كردستان العراق ترحيباً دولياً أو إقليمياً ولا حتى داخلياً منذ إعلان البارزاني موعد إجرائه حالة رفض واسع لم تمنع كردستان العراق من الموضي فيه أولى إرهاصات استفتاء كردستان العراقي كانت يوم الثالث من شباط 2016 حين قال مسعود البارزاني لقد حان الوقت لشعب كردستان أن يقرر مصيره عن طريق الاستفتاء وفي حزيران من عام 2017 تجدد الحديث عن الاستفتاء وأعلن رسمياً عن موعد القيام به عراقياً هيئة علماء المسلمين في العراق رأت أن التجاذبات الحاصلة بشأن موضوع الاستفتاء في كردستان العراق دليل على المأزق الذي تمر به العملية السياسية الحالية وفشل دعاة التوافق الوطني والسياسي ممن روجوا للدستور وتكلفوا بما لا يمكن تحقيقه من أجل تمريره ولفتت الهيئة الانتباه إلى الفوارق الكبيرة والظاهرة بين دوافع رفض حكومة بغداد ومن ورائها إيران لاستفتاء كردستان العراق وعلاقته بالموقف الأمريكي المتحكم بقواعد العملية السياسية والراعي الأول لها بعد يومين على حديث البارزاني عن الاستفتاء رئيس الحكومة حيدر لعبادي دعا إلى التراجع عن الخطوة وتلاهقت تصريحاته إلى أن وصلت حد التفكير باستخدام القوة ضد كردستان العراق أصدرت المحكمة أمغا ولائيا بإيقاف إجراءات الاستفتاء المحكمة الاتحادية العليا في العراق حكمت أيضا بإيقاف إجراءات الاستفتاء مؤكدة أن قرار إجرائه غير دستوري فيما حذر نور المالكي من قيام إسرائيل الثانية في شمال العراق على حد وصفه إقليميا لهجة التصعيد حضرت في الموقفين التركي والإيراني حيث أكدت الدولتان في بيان مشترك صادر عن الخارجية التركية معارضتهما التامة للاستفتاء ودوليا دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تأجيل الاستفتاء ولم تصرح برفضه كما حذرت من أنه سيؤثر على استقرار العراق ويعيق جهود محاربة تنظيم الدولة أما بريطانيا فموقفها بدأ برغبتها بتأجيل الاستفتاء وصولا إلى تصريح صدر مؤخرا أنها لا تدعم الاستفتاء كونه مضرا بالمنطقة ألمانيا أعربت عن قلقها من انفصال كردستان العراق والتوتر الذي سيؤججه وحذرت من تنفيذه كذلك كان موقف الخارجية المصرية والتحذير من تداعيات الاستفتاء المحتملة إلى المؤسسات الدولية الأمم المتحدة حثت على إلغاء الاستفتاء كذلك أبدى مجلس الأمن الدولي قلقه حيال الأثر المحتمل المزعزع للاستقرار حال انفصال كردستان العراق ثم تطور موقف مجلس الأمن يوما إثراء آخر إلى أن أعلن رسميا معارضته للاستفتاء قبل أربعة أيام كذلك رفضت جامعة الدول العربية الاستفتاء ودعت إلى الحوار حالة رفض داخلية وإقليمية ودولية لخطوة استفتاء كردستان العراق تتبعها حالة ترقب لما ستأول إليه الأحداث لسيما وأن الاستفتاء بات واقعا وفي انتظار ما سيسفر عنه من تبعات وتطورات